اشتركوا في القناة اتنين الحقيقة من احسن لعيب على مستوى العالم. دي صورة طبعا يوسف سليمان. يوسف سليمان ترتيبه 16 دقائق على مستوى العالم هيشارك في بطولة اللي بتتلاقي في العاصمة الامريكية واشنطن. في الفترة من 16 وحتى 20 فبراير القادم. البطولة من البطولة من البطولات المتوسطة. مش من العلي قوي يمكن هتقول لي اه يا كابتن احنا اول مرة نسمع عنها. بس هي بطولة من البطولات المدرجة على الاجندة بتاعة الاتحاد او رابطة اللعبة الدوليني البي اس ايه مجموعة جوائزة 50 الف دولار يمكن. يوسف انا فاهم اصده ايه من المشاركة من البطولة دي. انا فاهم اه اقول لكم. يعني المقصود من المشاركة في البطولة دي. بس خليني اقول لكم القرعة بتاعته. القرعة طبعا جنبته ان يلعب الدور التمهيدي. لانه من المصنفين ال 15 العالم. فايزا هو ما بيلعبش. او لغة 16 ما بيلعبش الدور التمهيدي. هو مش هيلعب الدور التمهيدي. يوسف كمان من المواهب المهمة والكويسة والصغيرة في السن. في النادي الاهلي. ازا ما قلتوا حضراتكم معه مصطفى عسل. بطلنا العالمي. هما الاتنين بيتمرانوا مع بعض. هما الاتنين ليهم مستقبل باهر. خلينا اكلمكم ليه بيروح يشارك. العاب المضرب مختلفة شوية عن كرة القدم واليد والطائرة والكلام ده كله. او العلعاب الجامعية مختلفة فيها. هي عبارة عن نقاط. انت بتجمع نقاط من خلال مشاركاتك في البطولات. كل ما بتوصل لنقطة ابعد. كل ما بتاخد نقاط اكتر. النقاط دي بتجمع على سكورك. الروتسكور ده بيخليك تعليف الرانج. طيب الاسكور ده بيكمل معاك العمر كله. لا الاسكور ده سنة بسنة. يعني يعني مثلا انت جمعت مثلا الف نقطة السنة دي. حطتك في المركز نقول الخامس على العالم. انا بقول مثلا. بتيجي السنة جاية بدايتها انت خامس. تبتدي بقى ايه؟ تجمع. نقاط 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 نقاط. ممكن انت تبقى في السنة دي. جمعت الف نقطة السنة اللي وراها جمعت 200 نقطة تنزل. دروت بجامج جدا في الرانج بتاعك. فاذا العام المضرب. التنس. وتنس الطاولة. والسكواش. انت بتروح. بتشارك. ده مش كده بس. النقاط اللي بتاخدها في كل جيم. بتفرق معاك. بتفرق معاك في النقط. يعني واحد خسران ثلاثة واحد. او غير واحد خسران ثلاثة اتنين. بيبقى برضو فرق. غير واحد خسران ثلاثة صفر. كل ده بيفرق. فاذا هي عبارة عن نقاط. فيوسف سليمان عايز يحسن الرانج بتاعه. فلازم يصرف شوية. على فكرة العاب مكلفة جدا. يعني انت تتكلم ان اللعابة كتير جاء. اه بياخد اهلي بيادعم لعبته. ده امر منطقي وطبيعي. ولكن في امور او في بطولات انت عايز تزود. فبتدي تروح بطولاتها على حسابك. ايه بطولاتها على حسابك دي بتاخد طبعا بتحاسب انت تشكرتها لانك. لو في سبونسر هو اللي بدفعلك. ما فيش انت اللي بتدفع. بتروح اقامتك على حسابك. هي بتبقى اربع تيام زي ما حداكم شايفين. تلات اربع تيام بطولات السكواش. وانا روحت على فكرة حضرت بطولات على ماء. روحت امريكا حضرت بطولتين وروحت النمسي حضرت بطول. فبطولات السكواش دي بتبقى عبارة عن تلات تلات يام او اربع تيام. بتروح بليها بيوم وبترجع على طول ما هيشت فترة طويلة. يعني بالمناسبة انت ممكن تلعب مطشين في اليوم. فهي مكلفة بس مش قوي. يعني ممكن يعني المضوع ده كله ايه تلاقي نفسك. تسكت تران الف دولار. مش عارف بتروح اقامة وريجستريشن للبطولة. تسجيل البطولة مثلا بتدفع لك الفين تلات تلاف دولار اقامة. وتلاقي نفسك صرف لك خمسة تلاف دولار. لو رحت وخدت البطولة بتاخد مثلا على حسب جوائزها. في بطولات بتوصل لغات مئتين وخمسين وثلاثمائة الف دولار في البطولة واكتر من كده كمان. وفي بطولات هاي دي ممكن تاخد لك خمسة وعشرين وعشرين الف دولار بيعوضوا مصيف البطولة. بس طبعا انت لو خدت مركز من مركز التلاتة الاولى. وفي بطولات علامية كمان. لما بتخش مجرد تخش الدور الرئيسي مش التمهيد. الرئيسي بتاخده. يعني بطولة امريكا المفتوحة ووصلت لدورة الستاشر بتاخد لك راقة. ممكن عشر خمسين الف دولار بتاخده. بيكونوا غطوا تكلفتك. وبلا عكس ده انت راجع كمان مغطي تكلفتك. ومعاك نقاط من البطولة. فالسكواش عالم كبير. البنج بونج عالم او تنس الطاول عالم كبير. التنس الارض عالم كبير. عالم موازي لعالم كرة القدم. الناس يعني كرة القدم فيها احنا الاشهر والاعظم واللعبة المحموبة لكل الناس. ولكن الالعاب دي بيحصل فيها او فيها زي ما بيقولوا مجود بيبزل بشكل كبير جد. يمكن الالعاب الجامعية مكلفة اكتر لان انت بتتحرك بمجموعة اللعبة اكتر. ولكن الالعاب الفردية برضو بينفقوا الكثير والكثير من الاموال. عشان يوصلوا للمرحلة انتوا شايفانا.